السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء 26 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل في ساعات الصباح الساعة 6 و 7 دقائق صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينج رح ينتقل لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 8 و 51 دقيقة من صباح يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و 21 دقيقة عصرا من عصر يوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر الآن زي ما حكينا هو موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح معناته منظل نشعر أنه بحاجة لنوع من أنواع التغيير لأنه الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعض الأشخاص ممكن يرغبوا بالانضمام لنادي أو مجموعة من الاصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لحياتهم كما أنه بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية رح نذكر خلو المسار اللي خلو المسار اللي بدأ الساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء اللي هو موعد بث الحلقة بتوقيت جرينتش بدأ خلو المسار السلبي ورح يستمر لغاية الساعة ستة وسبع دقائق من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش وهذه الفترة طبعا هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينتش خلص القمر بنتقل بيستقر في برج الحوت وبيبدأ تأثيراته عشان هيك من ساعة الصباح بصير الجانب الروحي بيلعب دور مهم جدا في حياتنا نشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين أو الفاشلين ممكن أنهم يعانوا من مشاكل في الحب أو يديروا ظهورهم أو يضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة بالعمل في هذا الوقت يمكننا بدء علاقات حب جديدة أو في بعض الأشخاص ممكن يبدأوا علاقة غرامية يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم تصوير زيارة المرضى أو بعض الأشخاص ممكن يهتموا بشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فنية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا أول زاوية رح نتكلم عنها بعد الانتقال وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمس وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة الستة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري وبرضو للمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وبصير هذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها بنثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو التخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح النبطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا اللي هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبارية وأيضا الهرمون اللي هو المسكن للآلام الإندورفين والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك منصير نشعر بالألم أكثر من المعتاد أو منحس أن المسكنات ما بتجاوب معنا وأيضا بتصيبنا حالة من الأرق أو قلة النوم أو الكوابيس باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا برضو مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة بيبدأ الساعة 8.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 8.51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدب الآن عمره 20 يوم الساعة 8.31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيصير 21 أو منبدأ باليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة 72% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 60% القمر في الدلو رح ينتقل للحوت زي ما ذكرنا رح يضل في الحوت ليوم 28 ستة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء فمنتحس بنسبة 10% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد الآن بنسبة 100% ساعات الصباح تنزل ساعاته لنسبة 85% ولكن في ساعات المساء برجع سعيد 100% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح زي ما ذكرنا في حلقة الأمس بظل النشاط على مستوى الاجتماعي وعلاقاتنا مع أصدقائنا ومناسباتنا أيضا ولكن زي ما حكينا القمر رح يوصل لبيت المتاعب في ساعات الصباح عشان هيك من ساعات الصباح تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا تأخذوا قصة من الراحة اعملوا بطريقة روتينية عشان اتمام أعمالكم وحاولوا قدر الإمكان إنك ما تراهن على الحظ وأيضا ما تتخذ قرارات حاسمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل النشاط على مستوى العمل والعلاقات بالمسؤولين وأيضا بعض العلاقات الاجتماعية فبتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إنكم ما تبدأوا بأي عمل جديد بتظل فترة جيدة إلى الدفاع عن سمعتكم أو تبرير مواقفكم أما من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو معرفة حاول إنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة لأنه اليوم برضو في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم مش إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تستغل هاي الفترة بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود صحيح إنه بظل في نشاط بالاتصالات والتنقلات ولكن حاول إنك ما تعصب وتفقد السيطرة على أعصابك أما من ساعات الصباح وأنا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبتصير هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر من المسؤولية بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يظل على الأمور المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح حاولوا قدر الإمكان كنت تتفحصوا حساباتكم وأوراقكم معاملاتكم وقدرتكم المالية أهم إش إنك ما تكفى الحد ما تضمن حد وما تدين حد فلوس بالفترة هاي لغاية ساعات الصباح وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة فيها مغامرات أما من ساعات الصباح فبتصير الفترة مناسبة لكل شيء له علاقة بخارج البلاد بيتعلق بالسفر أو اتصالات أو حتى تواصل مع أشخاص أو التعامل مع أجانب وبترغبوا بالتفاهم مع أحبائكم أهم إش إنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات الأضواء رح تكون مصلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جداً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بينصب الاهتمام حول تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل بالعاطفة مع الأزواج وبالظل العصبية موجودة وأيضاً بتكن تنتبهوا لصحتكم شوي لأنه ممكن تشعروا بعدم فقدان الطاقة أو فقدان المقدرة على إنجاز بعض الأعمال أهم شيء ما تعصب أما من ساعة الصباح وأنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو صحتكم أو صحت قريب للكم بتصير بحاجة للرعاية حذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية وإنت اليوم بحاجة إنك تستشير أي شخص قبل العمل أي شيء عالج الأمور المالية وممكن تهتم بموضوع يتعلق بإرث أو ممكن تنشغل بتخليص معاملات رسمية بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا لعمل جديد انتبه لصحتك وأيضاً انتبه أثناء تعاملك مع زملائك بالعمل من العصبية أو سوء تفاهم هذا أهم شيء أما من ساعات الصباح فهون القمر بصير مقابلك تماماً تتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم بتصير فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو مصالحة أو تراجع أو تبرير موقف هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة فممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بسبب التسرع أو العصبية أو يعني انكشاف أمر ما بحذرك من عدوانية الجو والنفور والخلاف والتوتر بهاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل العاطفة قوية عندكم أو بيميلوا الأحباء لتقرب منكم وأيضاً بتميلوا أنتم لتقرب من أحباكم متجاوب معهم وبظل في نوع من أنواع الحظ والاهتمام بالذات وأيضاً الحيوية العالية جداً أما من ساعات الصباح فأنا بصير العمل هو لإلو الأولويات بيبدأ العمل بتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بتصير فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم مش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت في أعمال غير مفيدة ومش مناسبة لإلك وأيضاً لا تنسى تراعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم ممكن تهتم بشؤون عائلية مصالحة مناسبة بعض الأعطال ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهو هنا بتبدأوا يعني فترة بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح موسعكم ممارسة نشاط فني الاهتمام بالذات برضو ممكن تمارس هواية التقرب من الأحبة من الأبناء أهم شيء أن تحاول أن تستغل اليوم بكل طاقتك لا أنك أنت تنجز كل الأعمال المفيدة لإلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تنطلق بمشاريع جديدة أو تتلقى إجابات أو إشارات مهمة يعني فترة فيها حضوظ لا إلك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اللي بدي تقدم لإمتحان أو مقابلة من الآن وحتى ساعات الصباح بدي يركز بشكل جيد صحيح أنها فترة رح يظل فيها اتصالات تنقلات حوارات نقاشات ولكن لا تتسرع ولا تعتمد على الحظ وأيضا حاول تخلي كلامك واضح عشان اللي مقابلة ما يفهمك بشكل خاطئ عندك قدرة على الإقناع ولكن بدون عصبية أما من ساعة الصباح فهنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد يعني فترة ممتازة لتكرار المحاولات يعني إذا ما مشى معك الشيء من أول مرة كرر المحاولة ممكن يمشي معك وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خلال هذا اليوم وبتكو تخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع أو المحتالين أما من ساعة الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا بطرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب يعني فترة إيجابية حتى على المستوى العاطفي ابتدعمك بشكل كبير لتعزيز العلاقة مع الأحبة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا عندكم نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم أهمش أنه ما تبادروا لأي عمل جديد لغاية ساعات الصباح لأنه فيه خلوم مسار واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وركزوا بشكل جيد على تصرفاتكم أما من ساعات الصباح فهنا ممكن تحصلوا على مبلغ من المال خلال هذا اليوم يدخل تحسين على ميزانيتكم وبرضو منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وحاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما تستعيد الثقة بنفسك ولكن حاذر المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وممكن تظهر بعض المصاريف الغير منطقية أو غير المتوقعة وبرضو بدك تحذر من النصابين والمحتالين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح انتبه لحالك حاول ما تتقل قرارات حاسمة وحاول انك ما تفقد السيطرة على عصابك وما تتخذ قرارات زي ما حكينا اما من ساعات الصباح بتبدأوا فترة قوية جدا فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بإمكانك تعزيز معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولا ادخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات وبتنتظرك مفاجأة او خبر سار او استعداد لورش جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان ان اشهد ان shipping اشهد ان ان اشهد انUpdate اشهد ان ان يقوم في رعاية الله وحفظه اشهد ان